أكثر من عشرة آلاف حريق شهدها العراق منذ مطلع العام الجاري وفق الإحصائيات الحكومية رقم كبير جدا يعكس جانبا من الواقع الصعب الذي يعيشه العراقيون أسباب عديدة تقف وراء هذا العدد الهائل من الحرائق من بينها ضعف الإجراءات الوقائية وتهالك البنى التحتية وعدم الاهتمام بتوفير أجهزة الإطفاء الحديثة وغياب اعتماد معايير السلامة كما تشهد البلاد حرائق مفتعلة عادة ما تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة في وقت يؤدي إحراق النفايات إلى تلوث الهواء في الأحياء السكنية وتقول مديرية الدفاع المدنيين لاستهتار بالقانون ولجوء بعض الأشخاص إلى افتعاد الحرائق في المحال التجارية أو المنازل بسبب الخلافات الشخصية أو النزاعات العشائرية هو أكثر ما يؤدي إلى حالات وفاة وإصابات بليغة لا سيما وأن معظم المباني التي أنشئت خلال الأعوام الماضية تفتقر إلى آليات إطفاء الحرائق كما أن انتشار الأبنية المعدة مما يسمى ألواح الساندويجبانل زاد من المخاطر التي تسببها الحرائق خاصة وأن هذه المادة سريعة الاشتعال ومخالفة لتعليمات السلامة وخلال العام الماضي سجل العراق نحو 26 ألف حريق أودت بحياة ما لا يقل عن 400 شخص فضلا عن إصابة المئات وطالت هذه الحرائق مستشفيات ومدارس ومطاعم ومخازن تجارية ومجمعات سكنية فضلا عن مئات الهكتارات الزراعية وخصوصا حقول القمح كما تتكرر الحرائق بشكل مستمر في المؤسسات الحكومية لا سيما في فصل الصيف حيث تنسبها السلطات في الغالب إلى التماس الكهربائي بينما يؤكد مراقبون أن العديد من هذه الحرائق تفتعل بهدف إخفاء أدلة تدين فاسدين أو نتيجة التنافس الدائر بين الأحزاب والميليشيات التي تتصارع فيما بينها وتذهب أجهزة ومؤسسات الدولة وقودا لهذا الصراع الذي يدفع العراقيون ثمنه باهظا من أرواحهم وأموالهم